السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال بداية وقبل ما أبدأ أتمنى اللي مو مشتركين عندي بالقناة ليت زيدوني شرفا وينضموا إلى القناة انضمامكم يعني لي جدا وأتمنى أيضا نتحطوا لي لايكات على هذا الفيديو تستمتعوا بسماعة القصص الموجودة في قائمة تشغيل قصص حقيقية وعلم أن القناة لا تقتصر فقط على القصص يعني في أقسام أخرى أتمنى أن تتطلعون عليها وتعطوني أراءكم ونبدأ في القصة وتقول صاحبة القصة من عرفت نفسي بالدنيا وأنا ما شوف أبوي إلا قبل النوم أبوي إنسان مكافح وطموح تزوج أمي وهو في بداية الثلاثين يعني بعد ما أسس نفسي صح ورزقها الله ببنتين وولد أختي اللي أكبر مني وأنا وبعدها أخوي أصغر واحد فينا حنا عايشين في جدة كان شغل أبوي أعمال حرة يعني يطلع الميناء الساعة أربع الفجر عشان يعني ما توصل البضايع إلا في وجوده يعني يا ما نام صراحة على الأرصفة بس عشان ينتظر السفون ويا ما تعب عشان يأسس شغله يوم بدأنا نكبر ونشوف كيف صار يعني مرتاح ماديا ونقلنا فيلة يعني تشبه القصر وندرس في أحسن المدارس انتهت معاناة بعد عنا فصرنا نقعد معاه أكثر يعني من السنوات اللي قضاها أبوي حتى في مده وجزر مع التجارة والاستيراد والتصدير فاستقر شغله على صياغة الذهب والفضة وصار عنده محلات وكمان كان يشتغل في مجال الأقمشة يعني انتشرت له محلات كثيرة في السعودية كاملة ووقتها فتح مكتب وشركة إدارة أعمال وكان يعني كل ما شافنا يقول يا الله متى تكبرون متى تكبرون وأسلمكم الشغل صراحة كنت أتمنى يعني يجي اليوم اللي أكون ذراعا اليمين فأختي اللي أكبر مني يعني بيني وبينها تقريبا ست سنوات تخرجت ومن أول شهر مسكت الإدارة مع أبوي وهنا صار متطمن يعني مرتاح خير ورزق وبركة طبعا إجازاتنا كلها دولية وبيتنا خدام وحشم حياة كريمة يا رب لك الحمد حياتنا مستقرة جدا فكمل دراستي وأخوي كان يحب أبوي مرة وياخذوا معاه للشركة بعد المدرسة والحمد لله مبسوط يعني حاب الشغل بدأ يفهم فيه فرفع أبوي طلب توظيف وقدم لها شباب كثير وكانوا في المقابلة الشخصية يعني مشاء الله كلهم متميزين فاشتاز واحد وكان مرة مبدع مميز يعني باشر عمله حتى أثبت جدارته من أول ست أشهر توظف فيها ورغم صعوبة العمل الميداني والإشراف على الفروع وكتاب التقارير كاملة يعني كان يبدل مجهود جبار صراحة لا يستهام فيه فيطلع من دوامة ويكتب التقارير وكأن دوامة كذا 24 ساعة ومع ذلك كان ينجز كل شيء في وقته لدرجة أنه انبهروا من الموظفين الثانين كيف كذا يعني كان مخلص وصادق ومشتهد جدا في عمله وبعد سنة من تعينه تم ترقيته من الميداني للإدارة أبوي ما شاء الله يعني كان يراقبه كان يتابعه وحس أنه الشخص المناسب اللي يمسك تدريبه أخوي يعني عشان الشغل وأعطاه أبوي طبعا علىه وصار يوميا يأخذه من المدرسة على الشركة وعلموا على كل صغيره وكبيره عن الموظفين يعني كلهم كل موظف إيش مكلف فيه وعلموا حتى على المحاسبة والإدارة ورغم أنه أخوي يعني لسه وقته كان أول ثانوي لكن ما شاء الله تبارك الله صار عارف أدق تفاصيل الشغل خلال ثمانية أشهر فقط وبالعكس يعني يتعلق في الشغل وحبه وهذا الشاب صار صاحب للعائلة يعني المقرب جدا من العائلة يتكفل بعزايم أبوي ويجهزها له كل شي يعني سواء عزايم أو عمل أو حتى شي يعني يخص البيت بصراحة كان يعني إنسان محترم وكان إنسان راقي يعني كأنه أخ كبير لنا فسافر سواقنا وكان يجيبني أنا من الجامعة ولا عمره قد ناظرني لكن سوال فو كانت تجنن يعني تحسيني أنك تتكلمين مع شخص عاقل ناضج من أسلوبه يعني يبين حرصه عليك فكنت أنا على وجه تخرج وصراحة بديت أميل له وأفرح هذا السواق يعني رحمة أمي كانت صدمتي فيه قوية ومعرفت إن أختي تحبه بحكم إن زميلها في العمل وكذا وإن يد أبوي لمين وهي ما صارحتني صراحة لكن كان واضح يعني من عيونها كيف إنها تتكلم عنه إحنا على الوجبة أو على القهوة أو أول ما يتصل على أبوي كده تحسونها تتخربط المشكلة كنت أحس إنه لهم ميول يعني تجاهي وجاء وقت تخرجي وحسيت إنه لمح لي بالخطوبة يعني أصعب موقف ممكن إنك تعيشينه إنه أختيك أقرب الناس لك تحب شخص أنت تحبينه لذلك قررت الهروب من هذا التوتر يعني استحال أكثر قلب أختي وبعد التخرج مباشرة قلت لأبوي أنا صراحة طموحي إن أكمل لغة بره فوافق وهذا اللي صار رحت وسجلت معها الدبلوم عالي لغات يعني في فلوريدا وانقبلت الحمد لله وشديت الرحال وهجرت الحب يعني وهجرت أهلي عشان تنتهي هذا الحيرة يعني بدون ما أنحرج أو أني أحرج أختي معه والحمد لله ما ندمت يعني استقررت هناك ولقيت صديقات راقيات يعني مجتمع بنات عربيات هناك كان يعني سبحان الله كأننا أخوات وتجربة جديدة يعني متفردة بالأحداث يعني ما تشبه أي شيء سبق وإني عشتها فانطلقت وبقوة للحياة وبعد تقريبا ثمانية أشهر من دراستي كلمتني أختي وقالت لي ترى فلان خطبني وكان متعلق فيني من زمان لكن كل هذه السنوات ما كان يتقرب مني لكن أنا صادة يعني عنه خصوصا في مجال العمل استغربت مرة كده بين وبين نفسي يعني ودي أقول لا ترى والله العظيم حتى أنا كان يلمح في بالخطوبة لكن سبحان الله مستحيل أني أنكد عليها فرحتها أبدا ما تكلمت ولا جد طاري ووضحت لها يعني أن أنا مبسوطة وفرحانة حتى أني زغرت لها يعني دعيت لها بالتوفيق فكانت يعني توافيني بالثواني بصورها في الخطوبة وحفلة عقد القران حقيقة يعني ارتحت نفسيا وقتنعت أنه النقاط خلاص كذا نحطت على الحروف وشكرت الله يعني أنه ما صار حتى بيني وبين أي خطوبة أو حب كانت علاقتي يعني في أختي جدا جميلة وحسيتني لو أني ممكن أني انجذبت لها أكثر كانت ممكن تتدمر هذه العلاقة وتتدهور أو أنها تنتهي بيني وبين أختي فكان هو محدد الزواج بعد ثلاث أشهر وقدرت الحمد لله أني أحجز قبل الزواج بأسبوع ومرت الأيام وجاء زواج أختي كنت أسعد إنسانا بالدنيا يعني يكفيني فرحتها وفرحت أبوي وأمي طبعا أبوي يعتبر يعني أختي هي قريبة منه ومن الشغل وتعرف أدق الأمور وحيان كثير حتى أنها تنوب عنه وتستلم عنه كل شي لذلك يعني رافض أبوي مرة أنها تستقل ببيت بعيد عنه فرتبت لها جناح كبير في نفس بيتنا عشان تكون قريبة من أبوي وأمي وفترة غيابي وانشغال أخوي يعني بالدراسة فكان زواج أختي أفخم عرص شافة عيني يعني هي أجمل عروس اضطرت أني أمدد إجازتي إلى أن ترجع من شهر العسل فرجعت أختي وكانت مرة مبسوطة وكنت أشوف الحب والغزل والسعادة كده في عيونها أما زوجها ما كان حتى يقدر يرفع عينه ويطالع فيني رغم أنه معاملتي يعني له كانت بشكل عادي جدا بحكم تواجدنا يعني ببيت واحد دون أكل يعني على سفرة واحدة بس أني اطمنت يعني على وضع أهلي فرجعت سافرت مرة ثانية كملت دراستي والحمد لله بعد فترة كده أن فتح لي باب تجارة نوع يعني كده من أنواع القهوة والشوكولاتة الخام أنا كنت يعني وسيطتها لدخول السعودية وصار دخلي منها ممتاز جدا لدرجة ما عاد أحتاج يعني مصروف أبوي فخلصت دراستي وجلست بعدها ست أشهر وأوضاع عملي الحمد لله تمام وخلصتها وتعب في هذه الفترة أبوي يعني فجأة كده بدون سابق انذار اضطريت أني أرجع للسعودية وللأسف يعني سبب تعب أبوي هو أخوي الله يصلح وصار عنيد وكثير اللوم لأبوي ويعاتبة وبينهم دايما جدال يعني ما ينتهي ويبغي يقنعنا دايما أن أبوي يعني يحبنا أكثر مننا يعني أنا وأختي وأن أبوي ظالمة وأنه يعتمد علينا أكثر منه فوصلنا معاه للطريق مسدود يعني همزة الوصل اللي كانت بين أبوي وخوي هو زوج أختي أضطرت أني أهمل شغلي وأجلس معاهم وأرجع بعد أربع إلى خمس أشهر كذا وأشيك عليه وأردت بوضعي وأرجع لهم كل يعني ما للمشاكل كانت بينهم تزيد المشكلة إذا دورنا الأساس الموضوع لكن ما في سبب يعني مقنع أما يعني أختي مرة تغيرة صارت من هبلة تبغى الحمل ويتولها سنتين يعني ما بقى الطبيب إلا راح أكله وأبوي صار دوامه نادر يعني شوي عنده أوجاع يعني في منفاصله فيتعب من الطلعة والرجعة فأخوي كان يغيب كثير مرة عن العمل أكثر من وجوده فيها ولا عاد أشوفه حتى في البيت إلا نادر جدا الغريب إن زوج أختي علاقته في أخوي مرة قوية قوية يعني أقرب له مننا كلنا يعني وكذلك علاقته في أبوي فوق الممتازة يعني لدرجة أني يعتبر أبوي ولده ومع كل هذا ما زال الخلاف يتصاعب بينهم وأقول لأختي يعني زوجك الآن يعني كيف ما قدر يقنع أخوي ويصالحه مع أبوي رغم إن علاقته القوية فيهم معهم الأثنين يعني فلاحظت إن أختي صارت تزعل على طول وتحسبني يعني إن أنا أبضر زوجها فكنت أعذرها أقول ممكن نفسيتها حساسة عشان موضوع الحمل فكان عندي استفهامات كثير وإذا سألتها كذا تقعد تتضايق وتزعل ومتى تأكدت يعني من جد إنها متغيرة علي يوم حملت وخبت عني خبر حملها تخيلوا بالذات أنا اكتشفت حتى بس بالصدفة يوم سووا لها صديقاتها حفلة فسألتهم يعني ليش فلانا ما علمتني يعني أنا والله العظيم راح أفرح لها قالتهم يا الله ما دري يا بنتي يمكن زعلانة منك فهذا الموضوع وهذا الموقف كان كفي لي خليني بس أني أركز كثير وأحاول أني أتجلب أني أخوض معاها في أي أمور ثانية ممكن أنها تزعجها عشان ما أخسرها فسافرت بعدها لشغلي ورجعت وأختي ولدت وجابت لنا أحلى ولد وسميناه على اسم أبوي وما طولت بعده ثلاثة أشهر ما شاء الله حملت بتوأم وبكذا أختي انشغلت مرة حتى إنها ما عادت تروح للشغل فهذه الفترة مسك زوج أختي كل الشركة وصار بس يجي البيت ويطلع يعني ويجي بس يطلع أبوي على كل شي ويروح حاولت أني أستلم الشغل قال أبوي لا أرتاح فلان عارف وأدره منك فخلت براحته صار همي بس أني أتفاهم مع أخوي كنت أروح لشقة وأسولف معاه وأجلس معاه وأطبخ له لكن كان رافض مرة رجوع للبيت اللي خلاني أحتار في أمري اكتشفت أن زوج أختي يزوره شبه يوميا يعني ويعطيه فلوس ويسهر معاه صديق القريب جدا المشكلة إذا رجع بيتنا وسأل أبوي ينكر إنه ما يعرف وين حتى فحاول يقنع أبوي إنه أخوي داشر ولهمة وإنه يعني دلوع وهذه نهاية الدلع والثقة حسنت يعني إنه لا مستحيل فيه شي غلط في الموضوع ليش قاعد يصير كذا وبعد ما أختي جابت التوأم خلاص كذا غرقت في مراعاتهم ورافض أنها تخليهم مع المربيات وطول الوقت يعني ما همها لأنا تجلس تراقبني كذا كأنها شاكة فيني كأنها خايفة مني طبعا سفرات زوجها كانت خارج السعودية بالهبل وأخوي غايب عن البيت وأبوي التعبان وكل ما لا يعني حالتها تدهور إلى اندخل المستشفى سبحان الله بعدها ربي كذا حنن قلب أخوي وصار ملازم له ليل ونهار ولا يطلع عنه من المستشفى شبر واحد ويرفض حتى أنه ممرضات يغيرون له كان هو متكفل في رعاية أبوي في أدق التفاصيل وقتها أبوي يعني ما عاد يقدر يتكلم إلا يعني بشويش حتى أنه ما يتكلم إلا بالإشارة بحكم الأنبوب اللي داخل رقبته لكن كانت عيونه كلها سعادة ورضا عن أخوي سبحان الله أما أختي وزوجها فكانت بينهم مشاكل كثير وأصواتهم توصلنا آخر الليل ويهجرها بالأيام وهي طوال الوقت كذا حزينة وموجوعة وتبكي قررت أني ما أتدخل يعني شفتها كيف أنها حذرة مني وتخاف أني أخذ زوجها يعني لذلك خليت علاقته فيها رسميا عن حدود السلام وأحب أطفالها أموت فيهم أموت أموت فيهم غصب عني يعني وفي ليلة طلعت يعني من غرفتها كذا هي منهكة وجات جلست في الأرض وحطت راسها على حظني أنا كنت ألعب مع أولادها من الصدمة كذا سكت ما عاد عندي أي ردة فعل كاتف لانا أنا مرة تعبانا تعبانا أمانا أحضنيني طبطبي علي أنا مرة محتاجة أحد يهتم فيني وأنا قاعدة أنهار من داخل وقاعدة أموت ما رح يلمن مشتاتي إلا أنت أنا أسف الله يسعد كنسي غبائي هذا كله بالله عليك خذيني بس في حضنك يا الله يعني كنت أشوفها رمز نجاح وقوة وصلابة كذا مرة وحدة من هارة أول مرة أشوفها كذا فحظنتها من جد حضن أشتكت لها من زمان يعني من زمان عنها من زمان حست أنه بيني وبينها كانت فجوة كبيرة وحسيت أنه في قلبها هموم كبر الجبال يعني حسيت أني لازم أساندها لازم أني أفهم إيش فيها لكن للأسف رفضت أنها تفضفظ لي قات وعدك رح أقول لك بس خليك جنبي يعني ما أبقى أحس بالوحدة مرة إذا شعرت بقربك مني صديقيني رح أصلح كل اللي انكسر وبكذا رجعت علاقت فيها مرة ممتازة الحمد لله وفترة جلوسة مع أمي لأنها كانت يعني تعبت بعد غياب أبوي وكذا فرجعت أخت الإنسان اللي يعرفها يعني تداوم يوميا للشركة ولا عاد ترجع إلى العشاء وعيالها يجلسون معاي وفي أحلك الظروف كذا أختفى زوجها فجأة ولا عاد له طاري وأبوي يعني فارقنا الله يرحمه كان أكسى اتصال من أخوي وصوته كذا كان يرجف موجوع يبلغنا بوفاة أبوي يعني فقدنا أغلى إنسان في الدنيا اللي شقى عمره كله بس عشان يعيش حياة كريمة كان العزة له شي مهيب اكتشفنا أن أبوي كان يكفل أيتام وأرامل وكان معطاء للخير يعني فاتح بيوت والله العظيم حتى أنا ما نعرف عنها شي الغريب أن أخوي مر قلقان ويسعل عن زوج أختي يعني يقول فلان من يوم اتصالحت مع الوالد ما عاد زارنا أبدا فكانت أختي ترد كذا بدموعها يعني لما نيسألها صح يعني كان حزننا عميق جدا بس أختي كانت حزينة حسها مهمومة تعبانة تعبانة يعني واضح أنه في شي ثاني متعبها وفراب عيوم كذا من العزة وبعد ما مشوا الناس وصلت ورقة طلاق أختي كنت أنا أول من عرف نهرت يا ربي كيف أبلغها أصلا هي تعبانة يعني كيف أزيدها فوق الهمهم كيف يعني أقول لها وأفاتحها في الموضوع وأعرف يعني كيف أنها تحب زوجها لكن الغريب أنها تقبلت الموضوع وكأن عندها خبر مسبق فكانت تدعي وتتحسب عليه من قلب يعني كنت أحس أنه ورا نظراتها كذا كم هائل من الكلام ما عرفت حتى أني كيف أقراه وبعد أسبوع ونص من العزة أخذتني أنا وأخوي بعيد عن أمي وقالت ما لي لأنتو وبقول لكم كل شي مضطرة أصلا أني أقول لكم تعرفوا أني فلان تقصد زوجها يعني قبل ثمانية أشهر من يوم تعب الوالد اكتشفت أنه استدان مبلغ بالملايين من بنك أجنبي ورهم فيه كل ما نملك من محلات وعقارات وكذا وخسر المبلغ أنا وأخوي كذا تنحنا خلاص كان علينا الخبر زي الساعق يا الله كيف وين كذا كيف وانتي فين فين كنتي وليش حنا ما حنا ندري يعني وكيف حنا مو موجودين وأبوي وين قالت والله العظيم أنه وعدني أني حاولي أخر موعد السداد وحتى هو تورط يعني وانضحك عليه وكنت مخبية عنكم أحاول أني يعني أشتغل لين نهار لعلي أطلع بمخرج من هذه المصيبة والآن أنا المطالبة بالدفع والمهلة انتهت عشان كذا طلبت مننا الطلاق وكلت محامي خلص لنا أمورنا يعني إحساس خذلان قاسي وبعدها خلاص انكشفت الحقائق كلها عرفنا أنه هو اللي كان يقنع أخوي أنه أبوي يظلمه وأنه يكرهه وأنه غرضه بس أنه أخوي يبعد عن الشغل يعني عشان ياخذ راحته وهو اللي قدر يقنع أختي حتى أنها تجلس في البيت وتسلم الشغل وكذلك كان يعني يوهم أختي أني أنا أرسله رسائل غرامية وأنه يطلب منه أن يطلق أختي ويزوجني تقول أختي كانت يعني تقتني الرسائل صدقتها أنها منك يعني صراحة أني حزنت كثير تألمت عمري ما فكرت يعني أني أصارحك لذلك لزمت البيت فكان يحاول دائما يشككني أنه ممكن أنك تسوي حتى شيء لعيالي أو لأمي وترى أختي مو غبية يعني أو جاهلة لكن سبحان الله عليه أسلوب فضيع فضيع في الإقناع فرفعنا وقتها تعوى قضائية بالإثباتات أن ما حد أعطاه توكين نهائي وطلعنا تقارير طبية بغياب أبويا عن الشركة في هذه الفترة وأن اللي كان ماسك الإدارة هو وأستخدم ختم الوالد وتوقيعه على المديونيات والحمد لله يعني ممسك زوج أختي كان بيهرب يعني متجه لرحلة من البحرين إلى موسكو وجلست القضية في المحكمة ثلاث سنوات وحكم عليها بالسجن لمدة 14 سنة لكن وقتها اضطرينا أن نعلن الإفلاس وتم بيع كل ممتلكاتنا للسدات ما بقى لنا لكم أرض عقارية والبيت اللي إحنا فيه يعني خسرنا كثير كثير ظلم وعدوان حسب الله ونعم الوكيل فرجعت أنا نشط شغلي والحمد لله صار لا بأس فيه لكن جانا إحباط فضيع حتى أخوي يعني رفض أن يبدأ بالتجارة وجاء تعين حكومي بعد الجامعة فتعين مدرس واكتفى بس بهذا الطموح لأن اللي صار لنا خلانا نخاف صراحة من كل اللي حولنا أمي أكثر إنسانة كانت متفائلة تقول كفاية يعني أنكم معايا وبخير وأنكم صحة وسلامة والله يبلغني فيكم وفي أولادكم يا رب فتزوج أخوي زواج تقليدي عادي وأنا تقدم لي أخو زوجته والحمد لله تم زواجي وحياتي مستقرة أختي عايشة مع أمي وبارة فيها توظفت يعني حتى هي وظيفة ممتازة لكن يظل الحزن كذا ساكن ملامحها كل ما طالعت في عيالها مش تقول لهم إذا سألوها عن أبوهم يعني سرق فلوسنا وسجلناه فالله يكون بعونها من جد الثقة الثقة إذا أعطيناها لمن لا يستحق إحنا أول ناس رح نندم الشخص إذا وضعتي قدام خير كثير ومال بدون لا حسيب ولا رقيب ممكن أن يخون الثقة يعني إيش ما كانت وإيش ما كان هذا الإنسان سبحان الله الإنسان طمع مهما كان يعني بين يديه إلا أن يدور للأفضل مو شرط بس بالأموال حتى الثقة في المشاعر ما تنعطى لأي أحد هذا الشخص عطيناه يعني أكبر من حجمه وتمسكن حتى تمكن وكان ذكي جدا أول شي يعني بدأ فيه هو تشتيت أسرتنا وهذا هو يعني معول الهدم يعني إذا تفرق الأخوان عن الأب وبدأت بينهم شحناء أي أحد يقدر يدخل بينهم والتدخل في أمورهم الخاصة حتى فبعد إيش يعني صحينا واستوعبنا لا تتفرقون عشان ما يسهل على أي أحد استغلالكم مهما كان زوجك طيب يعني لا تسمحي إلا أن ننتقد أهلك حط حدود حمرة في حياتك مهما كان صديقتك وفيها ما في داعي أنك يعني تشكلها مشاكل بيتكم لأن كل بيت سبحان الله لها أسرار ومهما كان زوجة الأخ طيبة ما في داعي يعني دخلها في أمورهم العائلية أخذوها قاعدة يا رفاق وتأملوها بعمق من يصلح للتدمير لا يصلح للبناء ومن جرحكم ليس هو الذي سيداويكم ولا تبحثوا عن دوائكم حيث كان داءكم واليد التي تصفع ليست هي التي تحظن والذي كسر خاطرك ليس هو الذي سيجبره كف عن إعطاء الناس فرص إضافية وتذكر أنه من النظر أن تصل إلى قناعة أنه لا خير يرجع من بعضهم وبكذا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة أو فيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله